ابنائي وبناتي اهلا بكم مجددا في قناتنا على اليوتيوب قلم وفرشاة وصنارة موضوع درسنا النهاردة هو طرح الاعداد الكسرية متحدة المقام بطريقة التحليل طبعا احنا اخذنا التحليل قبل كده في الدرس اللي فات في الجامعة وعارفيني ازاي بنحلل العدد الكسري فلما اقول خمسة واربع اسباع ناقص اتنين وسبع الخمسة واربع اسباع دي لما اجي احللها هي عبارة عن خمسة زائد اربع اسباع كلام جميل قوي والاتنين وسبع دي عبارة عن ايه عبارة عن اتنين زائد سبع الكلام ده بطرحه من الكلام ده طيب كنا بنعمل ايه في الجامع كنا بنفتح قوس تاني وناخد الاعداد الصحيحة مع بعض هنا نفس الكلام هقول خمسة ناقص اتنين الاشارة دي ايه ناقص هحولها لزائد ليه هقولك ليه افتح قوس احط الكسور اربع اسباع ناقص سبع المفترض اننا ده زائد ده هيديني ناتج طرح خمسة واربع اسباع ناقص اتنين وسبع عشان كده انا قلبت الاشارة خمسة ناقص اتنين تلاتة زائد اربع اسباع هاخد منها سبع هيبقى تلات اسباع بيسوي ايه الكلام ده تلاتة وتلات اسباع طيب كلام جميل في اختصار للخطوات دي اه في اختصار للخطوات دي زي ما عملنا في الجامعة بنعمل ايه باخد الخطوة دي على طول وبلغي الخطوة دي يعني خمسة واربع اسباع ناقص اتنين وسبع بيسوي افتح القوس بتاعي او الخمسة ناقص اتنين واقفل القوس زائد افتح قوس تاني اخد شرطة كسر كبيرة هنا سبعة وهنا سبعة باخد واحدة بس ان المقام متحت اربع ناقص واحد اربع اسباع ناقص سبع اتنين من خمسة تلاتة زائد واحد من اربع تلاتة على سبع بيساوي تلاتة وتلاتة اسباع جميل ناخد امثلة تانية اتنين وتلاتة اربع ناقص واحد وربع بيساوي افتح القوس بتاعي اخد الصحيح احطه هنا اتنين ناقص واحد زائد افتح قوس تاني اخد شرطة كسر كبيرة تلاتة اربع ناقص ربع اقول الاربع هي موجودة مش هكتبها تاني بقى واحد من اتنين واحد زائد واحد من تلاتة اتنين على اربع بيساوي واحد وربعين شايف ايه انت هنا شايف ان الاتنين واربع في قسم مشترك ما بينهم اللي هو ايه الاتنين يبقى الواحد وربعين بتساوي على الاتنين فيها الواحد اربع على الاتنين فيها الاتنين وقدي الواحد صحيح بتاعي يبقى واحد وربعين هي واحد وايه ونص ناخد مثال كمان واحد وعشرين واربع اسداس ماقص واحد وعشرين وثلاث اسداس بيساوي خب بالك بقى انا عايزة الفت نظرك لحاجة هنا دايما تبص على البسط هنا والبسط هنا لو البسط هنا اصغر من هنا ماشي الحال طب لو هنا اكبر من هنا هجيب لك مسألة واقول لك اول حاجة نفتح القوس بتاعنا ناخد الصحيح جواه واحد وعشرين ناقص واحد وعشرين زائد نفتح قوس شرطة كاس المقام ستة اهو اربعة ناقص تلاتة واحد وعشرين من واحد وعشرين كم صفر تلاتة من اربعة واحد على ستة يبقى الباقي ستس صفر هنا ملوش قيمة طيب ناخد مثال كمان لما اقول خمسة وربع ناقص اتنين وتلات اربعة بيساوي اه بص بقى هنا انا جبت لك المسألة اللي انا بقول لك عليها دي تلاتة اربع ودي ربع ينفع اخد تلاتة اربع من ربع لا ما ينفعش ولو مشيب الخطوات بتاعتنا هتيجي توقف تقول تلاتة من واحد ما ينفعش طب هاعمل ايه؟ هنا على طول باخد واحد من هنا صحيح بفكه بقيمة المقام ده الواحد هنا بكام باربع تربع لما هاخد واحد من دي هتيبقى دي اربعة والواحد باربع تربع زائد ربع يبقى خمس تربع ناقص اتنين وتلات تربع اشتغل بقى المسألة بتاعتي عادي بيساوي نفتح القوس بتاعنا نحط الصحيح اربعة ناقص اتنين زائد افتح قوس نحط الكسور خمسة على اربعة ناقص تلات تربع كتبناها بالطريقة القديمة ماشي ما فيش مشاكل كده صح وكده صح اتنين من اربعة اتنين زائد تلاتة من خمسة اتنين والمقام لا يجمع ولا يطرح بيساوي اتنين وربعين شايف ايه هنا ايوه في عام المشترك ما بين الاتنين والاربعة يبقى اتنين وربعين بيساوي الاتنين صحيحة اهيه اتنين على الاتنين فيها الواحد اربعة على الاتنين فيها الاتنين طيب كمان مثال تلاتة وخمسين ناقص واحد و تلات اخماس اه اول حاجة عيني بتقع عليها البسط ده اكبر من ده مش هينفع اخد تلاتة من الاتنين هعمل ايه هنا هاخد واحد من دي هتبقى دي اتنين والواحد ده بخمس ايه اخماس احطه على الخمسين يبقوا سبع اخماس ناقص واحد وثلاث اخماس بيساوي اخد الصحيح اتنين ناقص واحد زائد شرطة كسر كبيرة خمسة في المقام سبعة ناقص تلاتة بيساوي واحد من اتنين واحد ممكن احط زائد تلاتة من سبعة اربعة على خمسة طب ممكن اعمل ايه ممكن الخطوة دي وهي موجودة كده اقول له بيساوي على طول واحد واربعة اخماس اختصرت خطوة كمان اهم حاجة عندي النتج النهائي بتاعي صح ناخد كمان مثال اقول مثلا اربعة صحيح وتلات اتمان ناقص واحد وخمس اتمان اه اول حاجة عيني تقع عليها ايه البسط البسط ده اكبر من ده مش هينفع اخد خمسة من تلات اقول له بيساوي هاخد واحد من دي هتبقى دي كام هتبقى تلاتة والواحد ده بكم توم بتمن اتمان احطه على تلات اتمان يبقى احداشر توم تاني خدت واحد من دي بقى تلاتة الواحد ده فكته بتمان اتمان تمانية وتلاتة احداشر على تمانية ناقص واحد وخمس اتمان نشتغل بقى ناخد قص احط الصحيح جواه تلاتة ناقص واحد زائد افتح قص تاني شرط تكسر كبيرة تمانية حداشر ناقص خمسة ممكن اكتب النتج النهائي بقى على طول واحد من تلاتة اتنين شرط تكسر ادي تمانية خمسة من حداشر ستة على تمانية بيساوي ده زوجي وده زوجي القسم المشترك اللي ما بينهم كامل اتنين هدي الاتنين صحيح شرط تكسر ستة على الاتنين فيها التلاتة تمانية على الاتنين فيها الاربعة كمان مسألة تلاتة وعشرين وتلات اعشار ناقص عشرين وسبع عشر بيساوي آه عيني رحت على البسط ده اصغر من ده اعمل ايه اخذ واحد من التلاتة وعشرين دي هتبقى بكام هتبقى تنين وعشرين والواحد ده انا هفكه بقيمة المقام بعشرة على عشرة وعندي هنا تلاتة على عشرة يبقى تلاتتاشر على عشرة ناقص عشرين وسبعة عشار اشتغل بقى كده كده اقدر اخذ سبعة من تلاتتاشر نفتح القص بتاعنا نحط الصحيح جواه اتنين وعشرين ناقص عشرين زائد نفتح قص هنا نحط الكسور شرطة كسر كبيرة عشرة تلاتتاشر ناقص سبعة هحط النتيج بقى على طول اتنين وعشرين خط منها عشرين يبقى كام اتنين شرطة كسر اهد العشرة سبعة من تلاتتاشر ست ده ايه زوجي وده ايه زوجي يقبل على الاتنين قصم مشترك ادل الاتنين صحيح شرطة كسر ستة على الاتنين فيها التلاتة عشرة على الاتنين فيها الخمسة ناخد كمان مثال كمان مثال اربعة صحيح وخمسة على احداشر ناقص اتنين صحيح وواحد على حداشر اه بصت للبسط هنا والبسط هنا هنا خمسة وهنا واحد اقدر اطرح يبقى اشتغل على طول بقى بيساوي شرط قوس وقوس او فتحنا قوس نحط فيه الايه الاعداد الصحيح اربعة ناقص اتنين زائد قوس تاني شرطة كسر الحداشر في المقامة هو مقامات متحدة خمسة ناقص واحد قط النتج بقى على طول يا بطل اتنين من اربعة اتنين المقام بتاعه واحد من خمسة اربعة كمان مثال ستة صحيح و اربع اسباع ناقص اتنين صحيح و خمس اسباع اه ده اكبر من ده اعمل ايه اخد واحد من ده يبقى ده كام خمس والواحد ده هفكه بقيمة المقام ده سبعة على سبعة وعندي اربعة على سبعة يبقى احداشر على سبعة ناقص اتنين وخمسة على سبعة كده اقدر اطرح نفتح قوس نحط الاعداد الصحيحة خمسة ناقص اتنين زائد قوس تاني نحط في الكسور ها شرطة كسر سبعة حداشر ناقص خمسة حط بقى النتج على طول بتاعك يا بطل اتنين من خمسة تلاتة شرطة كسر قدس سبعة خمسة من حداشر ست بكده يبقى حلقتنا انتهت مش عايز اطول عليكم لو عجبك المحتوى ما تنساش اشتراك بالقناة ولايق وشير واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة قادمة